111. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة الخاتمة الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد أعزاء المشاهدين والمشاهدات أهلاً وسهلاً فيكم على تلفزيون قطر الحمد لله الذي بلغنا وإياكم هذه الليلة أول ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام أعزاء المشاهدين في كل مكان يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول الله سبحانه وتعالى كذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن القرآن العظيم نزل في هذا الشهر الفضيل العظيم والالتفات والاهتمام بالقرآن العظيم في هذا الشهر المبارك هذه سنة للسنن الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن إذن مدارسة القرآن في رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها الصحابة من بعده وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك التحديث وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف الشريف وكذلك سفيان الثوري إذا دخل رمضان قال إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن ولكن أحبة في الله ما هي الغاية من قراءة القرآن ولماذا أنزل هذا القرآن يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إذن الغاية من إنزال القرآن هي التدبر والفهم والتطبيق والعمل بهذا القرآن ليس الغاية وضعه تحط في بيلس أو في السيارة عن العين أو عن الحسد لا ليس هذه الغاية بل التطبيق والتدبر والعمل به ومن هذا المنطلق أحبة في الله وفي هذا الشهر الفضيل نتدارس ونتدبر وإياكم القرآن العظيم واخترنا سورة يوسف لأن سورة يوسف فيها من الآيات والحكم والفوائد ما لا يعد ولا يحصى وإن العلماء قد تناولوها في الخطب وفي الدروس بكل شكل من الأشكال سورة يوسف هي سورة مكية أي نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا آياتها الأولى والثاني والثالثة والسابعة فهي آيات مدنية نزلت في المدينة المنورة وترتيب هذه السورة في القرآن هي السورة رقم 12 من بين سور المصحف الشريف وعدد آيات هذه السورة 111 آية وهي في الجزء الاثنى عشر والثلاثة عشر من القرآن العظيم نزلت هذه السورة بعد سورة هود وبدأت السورة بالحروف المقطعة ألف لام راء وقد ذكر فيها اسم يوسف عليه السلام أكثر من عشرين مرة في هذه السورة وسورة يوسف هي السورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة يوسف كاملة وقصة يوسف هي القصة الوحيدة الموجودة في سورة يوسف فقد ارتبط اسم هذه السورة سورة يوسف بالنبي يوسف عليه السلام ولذلك لأن هذه السورة ذكرت قصة يوسف صلى الله عليه وسلم مع إخوته ومع امرأة العزيز بالكامل وبالتفصيل وقد نزلت هذه السورة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الحزن وهو العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما توفي فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا كبيرا فكانت هذه السورة للتسرية على النبي صلى الله عليه وسلم ولتكون بلسما لأحزانه وتؤنسه في حزنه فتذكر بالأنبياء السابقين وما حل بهم من مصائب وابتلاءات وكيف استطاعوا الصبر والتغلب عليها لذلك فإن عطى ابن رباح رحمه الله كان يقول عن هذه السورة ما استمع أحد إلى سورة يوسف إلا استراح وخرج ما به من هم وغم فصاحب الهم والغم إذا قرأ سورة يوسف استراح وأما عن سبب نزول هذه السورة سورة يوسف فيقال أن نفرا من اليهود ذهبوا إلى مشرك مكة إلى كفار مكة وطلبوا منهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة الكاملة لسيدنا يوسف وعن نبي تم إخراجه من بلاد الشام إلى مصر ولما سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزلت عليه سورة يوسف والتي تقص القصة كاملة ولكن هناك قيل سبب آخر عن سبب النزول عن الصحابي الجليل مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين في قول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص قال أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم أي على الصحابة فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت يعني لو قلت لنا قصة فأنزل الله سبحانه وتعالى ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله نحن نقص عليك أحسن القصص في أول هذه السورة تبدأ كما تبدأ كل سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم كل كلام أو أمر ذيبال يعني إذ أهمية ذيبال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع ومعناها معنى هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم أي طلب العون من الله والبركة هو صاحب الرحمة الشاملة الرحمن وصاحب الرحمة الخاصة الرحيم فقبل الشروع في القول في أي قول في أي عمل من السنة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أردت الخروج ركوب سيارة أي فعل وأي قول تقول بسم الله الرحمن الرحيم أي تطلب العون من الله فيستحب لك أن تقول في كل شيء تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى ألف لا مرأة تلك آيات الكتاب المبين اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي هي ألف لا ميم ألف لا مرأة وهكذا ما هو تفسير هذه الحروف المقطعة قال بعضهم هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه أي لا نعلم ما معناها فردوا علم هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولم يفسروها والله أعلم هذا هو القول الراجح أن لا نعلم ما المقصود بهذه الحروف المقطعة ألف لا مرأة تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن العظيم المبين أي الواضح الجليل الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها فكل شيء فيه واضح الحلال واضح والحرام واضح إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وذلك لأن لغات العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم في النفوس فلهذا أنزل الله سبحانه وتعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة جبريل وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض مكة وابتدى إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل ولله الحمد من جميع الوجوه عربي لأن كان العرب أهل بيان وأدب ونبوغ في الفصاحة والشعر وكانوا يجتمعون في الأسواق وتتفاخر كل قبيلة في شعرائها وخطبائها المفوهين وكانت المباريات الأدائية تقام وكانت التحديات تجرى في هذا المجال وينصب لها الحكام يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون ليستنهض همة العقل ليفكر في الأمر والمنصف والذي عنده حق يهمه أن يستقبل الناس ما يعرضه عليهم بالعقل عكس المدلس الذي يهمه أن يستر العقل جانبا لينفذ من وراء العقل وفي حياتنا اليومية كل يوم نرى حين تشتري حاجة أو تشتري غرض ينبهك التاجر لسلعه ويستعرض معك متانته ومحاسنه ويقول لك فكر وشوف فهو يفعل ذلك لأنه واثق من أن جودة هذه البضاعة جيدة أما لو كانت الصنعة أو البضاعة غير جيدة فهو لن يدعوك للتفكر بعقلك لأنك حين تتدبر بعقلك تكتشف المدلس من غير المدلس يقول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما وحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك القصص والقصص اتباع الخبر بعضه بعضا وقاص الأثر هو الذي يتبع الأثر وأصله في اللغة المتابعة قال تعالى وقالت لأخته قصي أي اتبعي أثره قال تعالى فارتد على أثارهما قصصا أي اتباع وإنما سميت الحكاية قصص لأن القاص يتكلم أثرا بعد أثر إذن فهو يذكر القصة شيئا فشيئا فسميت قصة قال تعالى أحسن القصص وإنما كان القصص القرآن أحسن قصص وخاصة سورة يوسف لاجتماله على أستقل الأخبار وأبلغ الأساليب وأجمعها للحكم والعبر والعظات والقصة في القرآن مرة تكون للحدث ومرة تكون لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم تأتي قصة رسول في القرآن كاملة لم تأتي قصة رسول كاملة إلا قصة يوسف عليه السلام أما باقية الرسل فقصصهم جاءت لقطات في مناسبات لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فتأتي لقطة من حياة موسى ثم لقطة من حياة عيسى ولقطة من حياة نوح وهكذا ولا يقول أن بعض الناس قد يقول القرآن ليس فيه قصة كاملة إن القرآن لم يستطع أن يأتي بقصة كاملة مستوفية في سورة واحدة فقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يأتي بقصة يوسف من أولها إلى آخرها مستوفية ففيها الحدث الذي دارت حوله أشخاص وفيها شخص دارت حوله الأحداث فقصة يوسف عليه السلام في القرآن لا تتميز بالحبكة فقط بل جمعت نوعي القصة بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات وبالشخص الذي تدور حوله الأحداث جاءت سورة يوسف يوسف وما مر به أو عليه من أحداث بدءا من الرؤية ومرورا بحظة الإخوة وكيدهم ثم محاولة الغواية له من امرأة العزيز ثم السجن ثم القدرة على تأويل الأحلام ثم تولى السلطة ولقاء الأخوة والإحسان إليهم وأخيرا لقاء الأب من جديد وأسلوب القصة أحبتي في الله أسلوب القصة من أقدب أساليب التعليم وما زال حتى يومنا هذا من أهم أساليب التعليم وأكثرها إبداعا يبدأ الأبوان أو الوالدان في البيت بالقصة للأطفال قبل تعليم المدرسة فهل جلست أخي المشاهدة أو أختي المشاهدة مع الأطفال وحكيت لهم الحكايات قبل النوم لأن هذا فيه كثير من الفائدة حيث أن السرد القصصي للأطفال هو الأسلوب الطبيعي للتفكير فهل جلسنا مع أبنائنا ونحكي لهم هذه الحكايات المفيدة أحبتي في الله وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من قصة يوسف عليه السلام ونلقاكم في أحداث أخرى من قصة يوسف وصل الله مبارك على محمد وعلى له وصحبه جمعين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعتلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ترجمة نانسي قنقر